موسيقى ستظلمون بملاحقة العائلة؟ طبعاً العائلة وكل الضباط يلي أمروا العناصر في خطر المنصات من أبرز من سيحاكم بعد مشروع؟ سيحاكم ماهر أسد، آسل شوكاد، ووزيري الدفاع السابق والنائب عنهم ومزيري الداخلية أنا أتفضل أخر بعدك وأحكامها شكرا أفضل أعرف نفسك، مالشي احنا كنا بنحاكم بشار والحمد لله تم الحكم في إعدامه ما هي الخطوات التي سوف تقومونا بها في القريب العاجل؟ طبعاً أول شيء مبروك لشعب سوريا بالحكم هذا أنه خلصنا من هذه السفاح الموجود في سوريا سننطلق الآن ببناء دولة سورية ديمقراطية تمثل كافة أطياف الشعب السوري ومجلس شعب منتخب شرعي ومنتخب من قبل هذا السفاح وأيضاً وزير إعلام يتمتع بشفافية ومصداقية وكل القنوات الفضائية أيضاً سورية وغيرها الدنيا وغيرها سنبدل كل الرؤساء اللي كانوا مستلمين هالقنوات هاي الفاسدين بالنسبة للدول العربية طبعاً نحنا بدنا نقيم علاقات طيبة مع الدول اللي ساندت السورة وحأذكر لك ياها بالاسم أول شيء طبعاً قطر إلى دور كبير وقناة جزيرة دولة مملكة العربية السعودية البحرين الكويت طبعاً علاقات ستكون مميزة لأنها دعمة سورة وسحبة سفراء من هذا النظام الفاسد بالنسبة للدول الأوروبية طبعاً سنقيم علاقات طيبة مع الدول الاتحاد الأوروبي تركيا في أساس أمريكا ألمانيا وفرنسا وكل هذه الدول أما بالنسبة للدول الباقية ستكون العلاقات حسب الظروف اللي ستحكمها العلاقات مع هذه الدول أما بالنسبة في دولتين طبعاً نحن حيكون لنا موقف متشدد معهم هي روسيا والصين روسيا والصين ستكون قطع علاقات دبلوماسية مع روسيا والصين بشكل نهائي أما علاقة بمصر؟ مصر أم الدنيا نحن هون قمنا المحكمة في مصر مصر أم الدنيا والشعب المصري والشعب السوري شعب واحد وأغلب المصريين نسبة كبيرة حوالي 98% من المصريين كانوا ضد النظام وكانوا مع سوار سوري فنشكر مصر ونشكر الشعب المصري الطيب يا أهلاً